أم بانهوف في محطة القطار دير بانهوف أم هنا هي أن بلوس ديم دير تصبح ديم في الثاتف أم بانهوف است إما في اللوس يحدث دائما الكثير في محطة القطار في اللوس يعني يحدث الكثير هناك أحداث متعددة الناس يسرعون دهابا وإيابا فعل معناه أسرع يسرع هناك أحداث يعني دهابا وإيابا البعض يقف في آلات بيع التذاكر ديفاكات أوتومات أم إغفاكات سوكوفن لشراء تذاكرهم ديفاكات وهي التذاكر بينما ينتظر آخرون في الشباك دير شالتا وهو الشباك أو شباك بيع التذاكر تعريض لوحة العرض أوقات مغادرة القطارات أنتصايغن في المعنى عرضة دي أنتصايغ طافل وهي لوحة العرض دي أبفات سايتن وهي أوقات المغادرة دي تسيغ وهي القطارات قبل أن أشق طريقي سيحق طريقه أو سلك طريقه يجب علي أن أشتري تذكرة القطار أذهب إلى إحدى آلات التذاكر العديدة في محطة القطار أكتب محطات القطار هي جمع كلمة بانهوف أين تيب هذا الفعل تستخدمه عندما تريد أن تعبر أنك تكتب شيئا ما على شاشة مثلا هاتف أو كمبيوتر أو آلة التذاكر في هذا المثال فونديني إيش أبفاغن وونديني إيش أنكومن موشته أف ديم بيلتشام يعني أكتب محطات القطار التي أريد المغادرة منها والتي أريد الوصول إليها على الشاشة أبفاغن يعني غادرة أنكومن يعني وصلة دير بيلتشام وهي الشاشة إيش انتشايد ميش في أينهين أن درق فات وقرروا الذهاب والعودة يعني تشتري تذكرة الذهاب والعودة أيضا اتخاذ قرار بشأن ما بلوس أكوزاتيف ديهين أن درق فات يعني الذهاب والعودة نخدم إيش دي تسالون مت ماينا خيديت كارت أبكي شلوسن هاب بعدما أكملت عملية الدفع بواسطة بطاقة المصرفية دي تسالون وهي عملية الدفع الفيل أبشليسن يعني أكمل أو أنهى دي خيديت كارت وهي البطاقة المصرفية درقت دير أوتومات ماي نفا كارت أوس تقوم آلة التذاكر بطباعة تذكيرتي أسدركن في المعنى طبعة نخدم إيش ماينا فاكات هاب يعني بعدما حصلت على تذكيرتي أتوقف لفترة وجيزة في كيوسك صغير في محطة القطار دير كيوسك هو الكيوسك أو الكيشك أنهلتن فعل معناه توقف عندما تتوقف في مكان ما لفترة وجيزة تستخدم هذا الفعل هنا كوفي إيش أين تاسه هايسن كافي هنا أشتري كوبا من القهوة الساخنة ذيرند إيش وات بينما أنتظروا بيأوباكت إيش دي منشن منجة وشاهدوا الحشد بيأوباكتن في المعنى شاهد أو راقبة دي منشن منجة وهو حشد من الناس هايسن دي هاستيش إيغو تسيغ إغايشن وولن المسافرين الذين يريدون اللحاق بسرعة بقطاراتهم هاستيش يعني بسرعة إغايشن في المعنى لاحق في هذا السياق فاميليين دي سيح اف إغو اسفلوغ فروايين العائلات التي تتطلع لرحلاتها سيح اف اتواس اكوزاتيف فروايين يعني تطلع إلى دي اوسفلوغ وهي الرحلات ورجال الأعمال الذين يتفقدون هواتفهم دي جيشفتسلويتر رجال الأعمال او بخوفن في المعنى تفقد أو تحقق ايش تايغو ان دين تسوغ اين أصعدوا أو أركبوا القطار ان اتواس بلوس اكوزاتيف ايش تايغن هذا الفعل تستخدمه للتعبير عن ركوب وسيلة نقل معينة وأبحث عن مقعدي في العربة دير بلاتس هنا معناها مقعد زوخ يعني بحثة دير واغن وهي العربة دير فاكاتن كونتخولر نيرد زيش يقترب مراقب التذاكر دير فاكاتن كونتخولر هو مراقب التذاكر أو يسمى كذلك دير شفن زيش نيرن يعني اقترب يقترب لقد اشتريت تذكيرتي ذهابا وعودة يعني ذهاب وعودة لأنني لن أبقى لفترة طويلة لأنني لن أبقى لفترة طويلة دير تسوك فرت لوس ينطلق أو يتحرك القطار لوس فاغن فعل معناه تحرك أو انطلق إشليزوا ein بوخ und جنيسوا دي فات يعني أقرأوا كتاب وأستمتعوا بالصفر أو الرحلة دي فات يعني الرحلة أو الصفر جنيسوا فعل معناه استمتعوا يستمتعوا بلوتسليش يعني فجأة هناك تأخير بلوتسليش يعني فجأة دي فرشبيتون وهو التأخير دير تسوك بلايبت توقف القطار على السكة أو بقي القطار واقفا على السكة بلايبنشتين يعني بقى واقف دس جليس وهي السكة بدأ ينفذ صبر الناس في القطار UNGEDULDICH يعني نافذ الصبر أو غير صبور Aber der Zugführer beruigt uns und sagt ولكن سائق القطار يهدئنا ويقول sich beruigen يعني هدأ يهدئ Der Zugführer سائق القطار Das ist bald weitergehen wird يعني أنه سوف يستمر قريبا weitergehen يعني استمر Nach einer Weile erreichen wir den Bahnhof بعد فترة وجيزة وصلنا إلى محطة القطار Nach einer Weile معناها بعد فترة وجيزة erreichen في المعنى وصل في هذا السياق an dem wir umsteigen müssen حيث يتعين علينا تغيير القطار umsteigen هذا الفعل تستخدمه عندما تغير وسيلة نقل معينة ich steige aus dem Zug aus anzillu من القطار aus etwas dativ aussteigen النزول من وسيلة نقل معينة und zuuche nach dem Zug وأبحث عن قطار zuuchen nach بحث عن plus dativ denn ich nehmen muss الذي يجب علي أن أستقله nehmen هنا معناها استقل من المهم العثور على رصيف المحطة الصحيحة der Bahnsteig رصيف المحطة um nicht den Zug zu verpassen لعدم تفويت القطار verpassen في المعنى verwata endlich erreiche ich mein Ziel am Bahnhof أخيرا وصلت إلى وجهتي في محطة القطار das Ziel هنا معناها الوجه die Leute steigen aus dem Zug aus الناس ينزلون من القطار und nehmen ihr جبäck ويأخذون أمتعتهم das جبäck وهي الأمتعة ترجمة نانسي قنقر